موضوعنا لهذا اليوم اللي هو التعبير عن التفضيل وصناعة تكوين الاختراح والدعوة زائدا الرفض والقبول اللي هو التفضيل والصناعة تكوين الاقتراح والدعوة زائدا الرفض والقبول طبعا هذا موضوع طويل هو موصعب بس موضوع طويل راح اقسمه الى اقسام اول شي راح اشرح البرفرنس التفضيل وبعدين نشرح وبعدين أشرح ثالثا الرفض والقبول وبعدين الانفتيشن على هذا الترتيب أشرح البرفرنس والسجستشن اثنين أشرحهم في فيديو واحد النوب أشرح القبول والرفض ليش؟ لأنه نعلاقة بهذا الموضوع بعدين تعرفه لأنه نعلاقة بهذا الموضوع رقم اثنين ورقم واحد بعدين أشرح الانفتيشن للدعوة هس أول شي رح ناخذ البرفرنس التفضيل أولا البرفرنس التفضيل استخدم الشخص على موض يقول أنه يفضل فلان حاجة التفضيل يعني يحب فلان حاجة أو هويته بفلان حاجة خلي نشوف التفضيل نستخدم الأساليب التالية عندنا هاي لثلاث عبارات الـ I'd like والـ I'd love والـ I'd rather قبل ما نبدأ باللغة لازم نعرف شنو معنى كلمة الـ I'd اللي هي الـ I'd تعالي نزل لي هنا شوية وخلي نشوف ملاحظة الـ I'd تعني I would الـ I'd تعني I would شوفوا حنا ش حذفنا حذفنا الـ W والـ O والـ U والـ L حذفنا ذن الأربع حروف شبقت بقت الـ D الـ D قربناه هي من الـ I وخلينا فارزه فصارت صارت I'd 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 love و I'd rather I'd like و I'd love و I'd rather خلي نشوف القاعدات مالتهم الـ I'd like يجو وراها 2 زائدا مصدر هسا واحد يقول لي شنو المصدر المصدر هو الفعل بشكل الأساسي هو الفعل بشكل الأساسي اللي موجود بالقاموس بدون أي إضافة يعني تقريبا يشبه كلمة الفعل المجرد فعل أساسي لا بـ I-N-G لا بـ E-D لا بـ S لا بـ E-S ما بأي إضافة الفعل بشكل الأساسي الأصلي شنو ما موجود بالقاموس نجيب النزلة سموه مصدر فهس شعودنا عدنا الـ I'd like معناها أحب أو أرغب العفو أرغب أرغب زائدا 2 زائدا مصدر هاي القاعدة مال I'd like يجو وراها الـ I'd love شنو القاعدة مالتها I'd love زائدا 2 زائدا مصدر يعني نفس الفوق نفس الفوق وديجو وراها الـ I'd rather تختلف عنهم بشغلة وحدة I'd rather زائدا مصدر يعني ماكو 2 2 ما موجودة I'd rather زائدا مصدر اللي معناها أفضل خلينا شوف الأمثلة اللي عليها الأمثلة اللي عليها شو تقول تقول I'd like to go باوع اللي I'd like شو جو وراها جو وراها 2 حسب القاعدة مالتها هاي القاعدة مالتها جو وراها 2 النو بالمصدر اللي هو القو باوع القو فعل ما بأي أضافة نفس ما هو بالقاموس نفس شكله الأساسي الأصلي فI'd like زائدا 2 زائدا المصدر وتكمله هاي بشيصير I'd like to go to the cinema أحب أو أرغب بالذهاب إلى السينما الثانية I'd love to have باوع I'd love جو وراها 2 جو وراها الhave اللي هو فعل مصدر بشكله الأساسي ما بأي أضافة I'd love to have some rice for lunch أحب أن أتناول بعض الرز الرز يعني التمن أحب أن أتناول بعض الرز for lunch للغداء شوف الثالثة I'd rather شجو وراها I'd rather watch بعج الفعل بوحدة المصدر ما كتو نفس القاعدة شوف القاعدة شوف القاعدة شو تقول I'd rather زائدا مصدر ما كتو I'd rather watch أفضل مشاهدة TV التلفزيون at night في الليل هاي الأمثلة موجودة عن موضوع منه موضوع الـ preference التفضيل هسش ناخذ ناخذ النوع الثاني اللي هو suggestion شوف هسه هذا الترتيب موالتنا أخذنا شوف أخذنا الـ preference هسه رح ناخذ suggestion الاقتراح suggestion الاقتراح يعني واحد يقتراح عليك اقتراح يبدلك شو نرأيك خلنا نروح لفلان مكان نروح للسلمة نروح للمباع مبارا شو نرأيك مثلا نروح للمول او شو نرأيك انه نقعد نتناول بمطعم اقتراح يقدم الكياه يقتراح عليك فالشي خلنا نشوف القاعدة مالت القاعدة بها ثلاث قاعدة بها ثلاث كلمات شون الاولى بها ثلاث كلمات بها why not لم لا why not معناها لم لا شي يجو وراها مصدر المصدر قلنا احنا هو الفعل بشكل الاساسي اللي ما بي اي اضافة وراه علامة استفهام ليش علامة استفهام لانه بادية بوحدة من الادوات السؤال why الثانية let's معناها دعنا دعنا يجو وراها مصدر وراها نقطة مصدر قلنا ال how about معناها ما رايك يش يجو وراها زايدا فعل bing فعل bing وراه علامة استفهام ليش علامة استفهام لانه بادية هاي الليتس شنو معناها معناها الليت اس حذفنا اليو وقربنا الاس خلينا ببكنا الحرف المحذوف اليو فارزة فصارت ليتس معناها دعنا معناها دعنا خلينا شوف الامثلة why not go to the cinema لم لا نذهب الى السينما اقتراح قدم الصاحبة يقول للم لا نذهب الى السينما شون رأيك نروح للسينما وعلامة استفهام ليش لان بادية بادية بادات سؤال بادية بادات سؤال و why not هي وجاي وراها مصدر go قد نشوف الثانية let's have some rice for lunch دعنا نتناول بعض الرز للغداء بعض التمن الرز الرز اللي هو التمن رنقول لحنا باللغة العربية الفصحة الرز let's have some rice for lunch دعنا نتناول بعض الرز للغداء الغداء وهي النقطة همشي جاوراها الليتس جاوراها مصدر هذا هو المصدر اللي هو الفعل بشكل الاساسي ما باي اضافة و عندنا الثالثة how about how about watching باع الwatch حطنا لها ing صارت watching tv at night ما رأيوك ان نشاهد التلفزيون في الليل علامة استفهام اول شي تعال خلن نجعل watching ليش watching القاعدة تقول تقول how about يجي وراها فعل ب-ing هذا ال how about يجي وراها فعل ب-ing و علامة استفهام ليش لأنه بادية بأداة سؤال نفس الاولى هم علامة استفهام لأنه بادية بأداة سؤال شوف هاي كلمة let تعني let us حذفنا اليو قربنا الاس سبقا اليو المحذوف خلينا فارزة صارت let هسه خلنجي ناخذ الاسئلة اللي موجودة على هاي الحاجتين النوعين اللي هو ال preference التفضيل و suggestion الاقتراح خلنشوف الاسئلة العالية طبعا هذا ال بالوزاري اللي ذن النوعين ال preference التفضيل و suggestion الاقتراح عليهم خمس انواع من الاسئلة خمس انواع هسه رح نشرح ذنن الانواع الخمسة يلا عود نروح على الموضوع الثالث هسه هاي موضوعين ارجع واعيد شوف هسه هش شرحنا شرحنا ال preference التفضيل و شرحنا ال suggestion الاختراحنا والقاعدات مالتا والكلمات مالتا هذن الثنين عليهم خمس انواع من الاسئلة الوزارية هسه رح ناخذ الخمس انواع من الاسئلة الوزارية وبعدين في فيديو جديد نشتغل على القبول والرفض وفي فيديو الثالث نشتغل على الانفتيشن خلي شوف النوع الأول النوع الأول اللي هو الاختيارات يجب الوزارة اختيارات من تعرف من الأدوات اللي منطقياها ببداية السؤال الشن هي من جماعة البروفرنس التفضيل ومن جماعة الاقتراح هسا عدنا أول كلمة يقول لك ما رأيك وبالنها يقول لك صديقنا المريض يعني نزور هنا ثلاث كلمات منطقياها بين قوسيا معناها نحن نزور نزور صديقنا المريض بس شنختار نختار المصدر الفعل اللي ما بيأي أضافة اللي بشكل الأساسي لو نختار لو نختار فإحنا شنختار نختار هاي الكلمة هسا تقول لي ليش أقول لك أخذناها بالقاعدة ما الاقتراح شو تقول تقول هاو أباوت ايش يجي وراها هاو أباوت يجي وراها فعل بي آي أين جي هاي لق برقة راح أخليها كل ساعة جيب لكم ايها على مد شوفون فنختار فصارت الجملة ما رأيك بزيارة صديق للمريض بالأخير علامة استفهام ليش علامة استفهام ليش علامة استفهام لأنه بادي بوحدة من أدوات السؤال خلنشوف الجملة الثانية قل لك اي دراذر باعث تخدم لك اي دراذر نحن مين نعرف نعرف من الكلمة الأولى اللي هنا الأدوات اللي جاي ندرس عليه اي دراذر معناها أفضل نهاية القوس امي في المطبخ الكلمات اللي منطقةها كلها معناها يساعد هو ش يقول يقول افضل أن أساعد امي في المطبخ الكلمات اللي بين قوسين كلها معناها يساعد شنختار هيلبينج ام الاي ان جي لو هيلب المصدر بوحدة لو تو هيلب اللي هي تو زائد المصدر احنا شعدنا عدنا اي دراذر اي دراذر وين موجودة بالتفضيل هاي وين ها خلي شوف هنانا موجودة بالتفضيل اي دراذر الشي يجو وراها يجو وراها مصدر فاش نختار نختار الهيلب ليش لأنه هو يقول لك اي دراذر زائد المصدر ما قل لك اي دراذر زائد فعل بي اي ان جي ولا قل لك اي دراذر ويجو وراها تو زائد المصدر لا قل لك بس مصدر بوحدة هذا المصدر بوحدة خلي نشوف الجملة الثالثة How about همين جاي how about ما رايوك الhow about هس شرحناها اول جملة اش تاخذ فعل ما تاخذ المصدر بوحدة ولا توزائد المصدر وبالاخير علامة تفهم ليش لانه بادي بوحدة من ادوات السؤال النقطة الرابعة let's دعنا اللي هي وحدة منه جماعة ال suggestion الاقتراح هاي let's اش يجو وراها مصدر let's وعد ناتو للايبري يقول لها دعنا نذهب الى المكتبة احنا دعنا تلاثة هين معناها نذهب شو نختار نختار go المصدر مو توزائد المصدر ولا المصدر ولا الفعل اللي بي اي انجي ديش لانه هو يقول لك بس مصدر يعني فعل خالي من اي اضافة بشكله الاصلي اهنا توزائد المصدر ما ترهموياها وفعل بي اي انجي ما ترهموياها بالاخير نقطة خلنشوف الجملة الخامسة they'd rather whom الفاعل هنا مجموعة whom they'd rather هم يفضلون fitball on the beach كرة القدم على الساحل يعني يفضلون ان يلعبوا كرة القدم على الساحل فاحنا شو عدنا عدنا rather الراذر شنو الراذر هنالا اللي هي بجماعة الرفرنس i'd rather باع احنا بس الفرق بناتنه انه هنالفاعل واحد اي هناك مجموعة نفس الشي المهم راذر راذر شو يجو وراها يجو وراها مصدر هل نشوف المصدر يعني play لا ممنوع تخلي فعل bing وممنوع تخلي to زائد المصدر يعني على القاعدة عدنا النقطة السادسة فراغ النقطة السادسة فراغ فراغ يقول لك to study medicine to study medicine اللي يفضل انه يدرس الطب او يدرس مثلا صناعة الادوية او اي شيء الى علاقة بالطب فاحنا شو عدنا ورا الفراغ عدنا تو احنا التو منتجي لازم وراها مصدر مو مصدر بوحدة لا تو زائد المصدر فيا هي ترهم الhow about يجي وراها فعل bing الhow about يجي وراها فعل bing يعني جاي وراها تو اذن هاي مداخلة مترهم عدي الادو الادرذر يجي وراها مصدر بوحدة بدون تو يعني عندي تو اذن هاي هم مترهم الادرذر يجي وراها مصدر بوحدة بدون تو يعني لا جاي عندنا تو فاذا الشرهم يرهم ايدلاف اللي يجي وراها تو 2 زائد مصدر فاذا I love انا شعندي عندي هنا ال how about هاي ال how about شي يجي وراها وش عندي ال I rather يجي وراها مصدر عندي 2 ورا الفراغ ال I love هي الرقمة شي يجي وراها 2 زائد مصدر هاي النوع الاول كمل هسا خنروح النوع الثاني النوع الثاني من الاسئلة على هاي الموضوعين اللي هن preference التفضيل وال suggestion الاختراح النوع الثاني يسموه تصحيح ما بين القوسين يعني correct تصحيح ما بين القوسين يعني correct خلنشوف عدنا how about ما رأيك والفعل منطقية بين قوسين هو دائما ينطيك الفعل اذا يريد صحح دائما ينطيك يال يضحط الكياب بين قوسين تقولها السينما يعني يقولها ما رأيك أبا أن نذهب الى السينما هناش قال لك محددلك correct the verb صحح الفعل الفعل شا صحح حاليش شو نعرف شو شبيل غلط شو اللي الغلط بالفعل الغلط انه هان عندي how about how about يجي وراها يجي وراها فعل بإنجي إذا الـ goal لازم تصير going لان ال-howabout يجي وراها فعل بإنجي انتهت الجملة نشوف الثانية الثانية هام about ما رأيك send بأن نرسل email to our friend إلى صديقنا نرسل رسالة بالemail للصديقنا هم قايل لك correct صحح هوا بات يجو وراها يجو وراها فعل bing وهذا الفعل شنو ما bing إذن شنسوي له send ding واضح هذا كل ما موجود عن النوع الثاني اللي هو تصحيح ما بين القوسين اللي هو يجي correct ما بيشي صعب عندنا النوع الثالث النوع الثالث انتبه لهذا الكلام اللي مكتوب قدامك في بعض الأحيان تأتي الصيغة في الوزاري بها العبارة express عبر عن و preference preference معناها تفضيل أو يفضل express عبر عن وتفضيل ونجد الشيء الذي نفضله بعد كلمة concerning نجد الشيء الذي نفضله بعد كلمة concerning هذا نفس الموضوع اللي أخذناه بداية الفصل الثالث اللي هو ما like و dislike الموضوع الأول بالفصل الثالث like و dislike هم بهاي الكلمة concerning يعني هو شي يقول لك رح يطيكها بهاي الطريقة يقول لك عبر عن أفضليتك أو عبر عن شيئك المفضل شيء المفضل وين تلقى بالسؤال تلقى بعد كلمة concerning الشيء المفضل تلقى وين بعد كلمة concerning اللي معناها فيما يخص خلي نشوف الأسئلة شوف السؤال شي يقول لك express your preference عبر عن شيئك المفضل concerning فيما يخص بقى حال كلمة قلت لك عليها concerning فيما يخص ورا هنلقى الشيء المفضل شنو الشيء المفضل going to the zoo الذهاب إلى حديقة الحيوان going to the zoo الذهاب إلى حديقة الحيوان شمنطيك تحديداً قل لك use استخدم I'd love وما طول قل لك إذن ما يصد تستخدم غيرها لأنه منطقياها قل لك I'd love أريدك تستخدم لي I'd love يعني مو أي واحدة ثانية خلي نشوف شلون نحلال I'd love شوف هاي I'd love طبعاً أنا آسف للخط لأن هذا الستاند قدامي ذي عيقني بالكتابة I'd love الشيء اللي ده نحكي علي أو المفضل وين نلقى نلقى بعد كلمة concerning اللي هو going to the zoo الذهاب لحديقة الحلوان أجيبها شو الصير I'd love الشيء وراها قبل لا تستعجل لا تنزلها نفسها شوف I'd love الشيء وراها I'd love يجو وراها to زائداً مصدر إذن شو الصير الgoing الصير to go هسا تقول استاذ ليش صار to go أقول لك باوع I'd love I'd love الشيء وراها يجو وراها to زائداً مصدر فأنا سويت لك الgoing سويت لك إياها to وراها لقو المصدر بعدين تكمل to the zoo هاي الإجابة الصير I'd love to go to the zoo أحب أن أذهب إلى حديقة الحيوان الgoing صارت غيرناها صارت to زائداً مصدر ليش لأن هي القاعدة I'd love تقول I'd love زائداً to زائداً المصدر وتكمل خلي نشوف السؤال الثاني إحنا قاعد نشرح بالنوع الثالث express عبر عن your preference شيئك المفضل شيئك المفضل وين تلقى بعد كلمة concerning هاي فيما يخص playing tennis لعبة tennis use قل لك استخدم I'd like ميزر تستخدم غيرها لأن هو منطق إياها يقول لك أنا أريدك تحلها بالI'd like خلي نشوف الحل I I'd اللي هي معناها I would بس اختصرناها والlike like هسا نيجي I'd like الشي يجي وراها مورا يصنو نتنزل إحنا صح قلنا ورا كلمة concerning نلقي الشيء ونحكي عليه لنحب أو أول من فضلة بس لازم نشوف القاعدة القاعدة شو تقول I'd like تقول I'd like يجي وراها two وزائد المصدر إذن هاي البلنك شا صير تنزل two والبلنك صير play هسا تقول ليش play أقول لك لأن المصدر ما بي أي أضافة لا I N G لا E D لا S لا E S لا هاي الفعل ينزل بشكل الأساسي بشكل الأصلي وبعدين صير تنس النقطة فشا صير I'd like to play تنس أحب مو أنا ألعب تنس أرغب بأن ألعب التنس واضح البلنك الصار الصار to play مو أنا أقول وإنما القاعدة تقول خلي نشوف النقطة الثالثة يقول لك بقى تغير السؤال قبل شوية نحن نحن على التفضيل هسا صار suggestion الاقتراح هاي يحفظ هالكلمة يقول لك make suggestion اصنع اقتراح كون اقتراح يعني أنت تقترح على صاحبك أنت تقترح على صديقك فشي يقول لك make suggestion for your friend لصديقك اصنع اقتراح لصديقك about بشأن where to spend the weekend where to spend the weekend أين تقضون عطلت نهاية الأسبوع weekend عطلت نهاية الأسبوع شغال لك use استخدم عفو شتستخدم how about احنا نجي ننزل how about خالي how about ننزلناها how about بالقاعدة مالتها شو تقول يتقول how about يجي وراها فعل bing ما طول باوع اخذها قاعدة ما طول يقول لك وين تريد تقضي العطلة إذن أنت لازم تروح المكان ما طول تروح المكان يعني لازم تستخدم go يذهب ما طول قل لك week end ما طول قل لك فالسفرة أي مكان به حركة أنت لازم تستخدم بالgo فالgo شا صير صير going هس تقول لي اقول لك هي how about يجي وراها فعل bing ما رأيوك بالذهاب وتختار مكان هذا المكان أنت لازم تحفظه تحفظه حفظ مثلا to the cinema مثلا to the cinema إلى السينما أو to the نفس الكلمة to the mall mall to the cinema أو to the mall أي واحد من عدن بس هنا خلي بالك ما طول weekend يعني مكان تروح لأي مكان تروح لا تستخدم go لهو أبات يجو وراها فعل bing مثلا أو غير هل لا to زائدا مصدر وهكذا خلي نشوف السؤال الوراء الرابع يقول make a suggestion اصنع اقتراح اصنع اقتراح وكون اقتراح المن for your little brother لأخوك الصغير about where to spend the holiday العطلة شوف هاي العطلة نفس هاي العطلة now weekend عطلة نهاية الأسبوع هنا عطلة عادية اذا عطلة ما طول بها عطلة يعني بها طلعة وما طول بها طلعة يعني بها ذهاب يعني استخدم go فاش قائل لك شا استخدم قائل لك شا استخدم هنا how about how about بعش الصير نزلي how about how about how about ال how about يجو راها فعل bing نحنش قلنا قلنا ما طول عطلة وبها طلعة اذا go يذهب فالgo شا استخدم صير going ليش لان how about يجو وراها فعل bing طبعا هنا نسلنا نحط علامة الاستفهام فوق ما طول ذهاب انت عندك مكان ياني يا للسلمة يا للمول او اي مكان انت حافظ كيف اشترك ال مال وخلي على انت استفهام بتقول لي ليش لانه بادية بادية سؤال النقطة الخامسة يقول اصنع اقتراحه وكوّن اقتراح علم لأخوك الصغير الذي لديه التوثيك الذي لديه التوثيك التوثيك الذي هو ألم الأسنان استخدم هذه العبارة يقول لك دينتست دينتست الذي هو دكتور الأسنان لا يسموه دكتور يسموه دينتست فهوش منطيك شوف طبيب الأسنان يعني زور طبيب الأسنان فحنا شعردنا شلازم نستخدم ما طول اقتراح فبالاقتراح شعردنا عدنا لاتس عدنا ثلاث عبارات شوف عدنا ثلاث عبارات بالاقتراح عدنا why not وعدنا لاتس وعدنا how about هو هنا بالسؤال ما قايل لك فما طول ما قايل لك انت حر فخلنا نقول لاتس لاتس معناها دعنا او خليني خليني اللاتس يجي وراها اللاتس يجي وراها مصدر اللاتس ما طول بها روحة للطبيب إذا نذهب go لاتس go دعنا نذهب المن او لاتس العفو هنا غلط ما نقو see هو منطينية المصدر هو منطينية لاتس see دعنا نرى او نزور the dentist هو منطينية المصدر ماكو go لا ماكو see تقدر تستخدم go لان هي هم ذهب الدكتور هم تروح له هم ذهب فهنا استخدم للاتس اللاتس يجي وراها يجي وراها مصدر فعل ما مصدر اللي هو الفعل اللي ما بي اضافه لا اي انجي لا اي دي لا اس لا اس الى اخرى هذا خلص خلص النوع الثالث هسا النوع الرابع النوع الرابع شوي اتبهلي بالنوع الرابع من الاسئلة على هاي الموضوعين اللي هنا الـ preference التفضيل و اللي هو suggestion الاختراح النوع الرابع شو يقول يقول توجد هذه العبارة بالسؤال رح تلقى بالنوع الرابع هذا السؤال العبارة رح تلقاه يقولك ما هو شيئك المفضل ما هو شيئك المفضل خلنشوف هذا الكلام بالعربي يبدأ الحل من كلمة يور حيث تقلب الى ماي ومن ثم ما تبقى من السؤال وبعدها الكلمة المعطات هس يمكن واحد قرأ هذا الكلام ما فهمه خلنشوف احنا مين قلنا قلنا يبدأ الحل من كلمة يور تبقى الحل ما لتكمال الحل الجملة يبدأ من كلمة يور حيث تقلب الى ماي تقلبها الى ماي يعني السر اليك مو لغيرك ومن ثم ما تبقى من السؤال وبعدها الكلمة المعطات خلنشوف هذا السؤال باوعي شكلك شوف هذا ما قلت لك على بلنوعية الرابعة تلقى هذا الكلام ما هو لونك المفضل بين قوسيا نشك قايل لك عبر عن شيئك المفضل استخدم white أنت شا سوي قلنا من يبدأ الحل يبدأ من كلمة your من كلمة your هياتها كلمة your بالسؤال شا تقلبها الملاحظة شا تقول تقلبها إلى my بش يصير الجواب صير my وتكمل السؤال الحد النهاية مو اللي بينقوسين لا الحد النهاية اللي بينقوسين هذا طلب المدرس من عندك شا يريد منك تسوي my favorite my favorite color color صارت لوني المفضل هو سألك عن لونك المفضل صارت my favorite color لوني المفضل is طبعا هنا is لازم تخليها ملاحظة هي الصراحة تقرأ الكياها بالأخير شوف يقول لك نضع كلمة is قبل الشيء المفضل يعني قبل الشيء اللي نحبه ونفضه نخلي قبله كلمة is ضوع my favorite color كمنا للسؤال أعيد الكياها من الجواب بدأ من كلمة your مثل ما قالت الملاحظة بالعربي هاي your شو نقلبها نقلبها إلى my هاي قلبناها صار my favorite color وتكمل السؤال مو اللي بين قوسين بين قوسين ما لك علاقة بي my favorite color لون المفضل لون المفضل is هاي ال is شنو هسا اللي قلت لك عليها بالملاحظة ال is هي اللي تخليها قبل الشيء اللي نفضله نحبه شنو الشيء اللي نفضله نحبه يقول لك use white استخدم white شنو white white هي اللون الأبيض فصار السؤال هو تسألك قل لك what's your favorite color ما هو لونك المفضل واتش قل لك بين قوسين قل لك suppress your preference عبر عن شيئك المفضل باستخدام white اللون الأبيض فصارت اليور قلبناها إلى my ونكمل السؤال صارت my favorite color لون المفضل is هاي ال is هسا قلت لك عليها نحطها قبل الشيء المفضل هذا الشيء المفضل is white فصارت لون المفضل هو الأبيض خلنشوف الثانية باوي عنه عرار بحش يقول لك يقول لك what's your favorite hobby ما هي هوايتك المفضلة هذا السؤال اللي يبدي الحل مالته من كلمة your بين قوسين شيء يقول لك express your preference عبر عن شيئك المفضل use استخدم fishing صيد السمك هاي الهوايتك المفضلة احنا جلنا بالسؤال نقول نبدأ من كلمة your شنسويها نقلبها إلى شنو my هاي ماي ونكمل السؤال my favorite my favorite hobby هوية المفضلة ونحط is ليش is لنقلناها بالملاحظة نستخدم is قبل الشيء المفضل هذا الشيء المفضل من طينية use fishing هاي الفيشنك فصارت الشغلة صارت my favorite hobby my favorite hobby is fishing خليشوف خليشوف ثاني يطيك ياب بين قوسين يطيك ياب بين قوسين شوف هاي الملاحظة اذا منطك الشيء المفضل بالفراغ الثاني احنا منقول بالفراغ الثاني نخلي الشيء المفضل اللي نحبه ينطينا ياب بين قوسين اذا منطك ياب بين قوسين شو سوي تروح تبعك اسم ما موجود بالفراغ الاول اعيد طريقة الحل هذا النوع الخامس من السؤال بالوزاري يسمو جملة الفراغ طريقة الحل الفراغ الاول نكتب به كلمة I don't معناها انا لا الفراغ الثاني نكتب فيه الشيء المفضل عندك اللي انت تحبه هذا شيء ياب بين قوسين الفراغ الاول احنا مو قلنا فراغين قبل الفراغ الاول تلقي حاجة مكتوبة انت شو تسوي بالفراغ الثاني تكتب العكس مالتها اذا منطك اياه بين قوسين تكتب العكس خلي نشوف السؤال باو احنا شي يقول لك يقول لك I like green color انا احب او انا ارغب او انا افضل اللون الاخضر بعش منطينة green هذا الشيء الاول منطينة I like green color احب اللون الاخضر نقطة do دي سألك الفراغ دي سألك يقول لك do هل انت هذا الفراغ الاول اهنا شنو حق خلي بالفراغ الاول يا كلمة نفس ما قال الفراغ الاول نكتب فيه كلمة شنو I don't I don't فصارت الجملة يقول لك هو دي يحشو يقول لك I like a green color انا احب اللون الاخضر do هل انت تحب اللون الاخضر انت شح تقول لك بالفراغ I don't انا لا I brother انا افضل البراثر جاية من كلمة preference التفضيل brother جاية من كلمة preference التفضيل I brother معنها انا افضل الفراغ الثاني قلت لك ينطيك اياها بين قوسيا با هنا منطق بس شنو قلت لك كمل complete preference شيئك المفضل هنا منطق الحاجة الثانية منطق فش سو انت تروح عكس ما موجود بالفراغ الاول قبل الفراغ الاول ما موجود قبل الفراغ الاول شو عدنا عدنا green تنطي عكسة من تنطي عكسة يعني تنطي اي لون خلي نقول مثلا red فصارت الجملة I like green color انا احب اللون الاخضر do you يسألك هل انت هم تحب اللون الاخضر انت شاح تجاوب بالفراغ الاول I don't